على فكرة يا صدفة موضوع جوازك من جلال ده موضوع بسيط جدا وممكن يتحل كده لأ طالما كده يبقى قول قول يا مترو سمعني أحلى كلام وانا كل أزان مصغية صغية يا صدفة اسمها صغية مصغية على فكرة صغية ده خطأ لغة وشائع أخد مني وما تراجعش لعلمك أنا كنت بدي دروس عربي وجغرافي طب عاصمة السين ايه السين ايه مش وقت مسبقات دلوقتي يا صدفة اتفضل يا مصطفى بيه احنا حنرفع قضية خلحة خلحة يا مصطفى بيه خلحة ايه اتعايز كده تقول ان الرجل النصاب الحوارتاجي ده اتجوزها بعقد سليم ازاي يعني طب والعقد سليم فعلا ومتسجل في المحكمة اتطارك بيه وانا جبت صورة منه كمان ولو دخلته على مصلحة الاحوال المدنية هتلاقوه عقد مميكن العقد ده يا جماعة مستحيل يبقى مزور يعني ايه مستحيل يبقى مزور لا مزور وانا الرجل ده ما اتجوزتوش يا جماعة فهموني حتى ملمسنيش الجواشي واللبس حاجة تانية ما تزعلش مننا يا طاري بيه احنا قدامنا اوراق رسمية يا مدام صدفة لا رد انت بقى يا طاري ده بيقولي يا مدام معلش معلش فيه يا مصطفى بيه مدام ايه لانها فعرف القانون متزوجة انا اسف يعني يبقى الحل الاسرع والاكيد ان انا نرفع قضية خلحة طيب انا ممكن ارفعلك قضية طلاق للضرر وكمان بس ده تاخد وقت طويل وكمان ممكن اقرفهلك بالنفقة والمتعة والمؤخر واخليه يكره اليوم اللي جوزك فيه لا كده كتير لا طاري بيقولي الجوازك فين المصحف هو المكلف ده ما فيوش مصحف المصحف في الدرج عندك كل ما بيفتحش ده اهو طب والمصحف ده على عاني واكتب ربانة ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يجيلي شلال الرعاش ان شاء الله اتجنن وتعاني اه ان شاء الله يا رب تشوفني في الاشارات كده زي الهابلة ان شاء الله يا رب تشوفني اسلامني والله العظيم ثلاثة انا لك جوزت الرجل ده ولا روحت له البيت ولا خدت منه فلوس ولا ايه هبد من اللي بيهبده ده الله امال الورق اللي مضاكه بصامك عليه ده ايه ماهو ده ام السؤال اللي انا خلاص ذهقته من اجابته اه ماعرفش 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 احب اقول لك بالانجليزي حلوة كده بتاع الانجليزي وبالفرنسوي انت عرف ان انا كنت بدي دروس لغات البتدائية انت شاطر اوه صدفة بس بقى يا طارق بقى بجد لا انا بتكلم بجد دلوقت يركزوا معايا اه عشان الكلام ده اخر مرة هقوله انا الراجل ده مفيش بيني وبينه لا ولق ولا اقلام اه انا يا دوبك شفته اليوم بتاع الحفلة لما تركبت معاه العربية ولما رحنا له مع بعض غير كده لا لا ايه 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 انا افتكرت على حاجة ايه افتكرت ايه اه لا سيبوني اركز عشان انا بساني واحد بس بركز ايه ده انا بقولكو ايه بس انا عايزة يعني فنجان قهوة كتب وش بن محاوك او قوة عصير عشان ضغط واته قلتني هتلاقي قهوة وعصير حاضر لا خلاص افتكرت ايه اه الراجل ده يومها سألني سؤال اشترك في بقات وشة الشهرية 14 جنيه و 99 ترش وبقات سنوية 49 جنيه و 99 ترش اشترك في القناة